أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب حرص مجلس النواب على المشاركة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية والعمل على تناقل الخبرات والتجارب البرلمانية المشتركة على المستوى التشريعي والرقابي ونوهت زينل إلى سعي المجلس النيابي لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية وإبراز الصورة المشرفة لمسيرة مملكة البحرين الديمقراطية والحقوقية والتنموية بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه وخلال جلسة مباحثات مشتركة مع سعادة السيد ديفيد مكاليستر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي أكدت معاليها أهمية التعاون بين مملكة البحرين والبرلمان الأوروبي وتحقيق المزيد من التقارب وخلق جسور للتواصل المستمر وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز وتنمية العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات ونوهت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن مملكة البحرين أعلت من قيم التسامح والتعايش وسخرت جهودها لتبني مبادرات إنسانية حضارية ونالت إعجاب وتقدير المجتمع الدولي وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان مشيرة إلى أن البحرين جعلت من الإصلاح عقيدة ثابتة لكافة سياسات وآليات العمل الوطني من جانبه أكد رئيس لجنة شؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي أهمية بناء علاقات برلمانية وثيقة مع مملكة البحرين أساسها الشفافية والوضوح والانفتاح مشيدا بالتجربة الديمقراطية والبرلمانية والإصلاحية والحقوقية في مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعه أنا هنا في زيارة تستغرق يومين وأود خلالها أن أتعرف أكثر على هذا البلد العظيم البحرين والاتحاد الأوروبي يرتبطان باتفاقية تعاون مشتركة تم التصديق عليها قبل عام من الآن ونتطلع إلى الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجانبين على الأصعيدة كافة كجزء من تلك العلاقة نود تعزيز التعاون على الصعيد البرلماني لذلك فنحن حريصون في الاتحاد الأوروبي أن نقوي علاقتنا مع المجلس التشريعي في البحرين لقد عقدت للتو اجتماعا مثمرا مع رئيسة مجلس النواب وتطرقنا للعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأنا أتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين ترجمة نانسي قنقر